السلام عليكم وياكم هيتام اليوم راح نفحص الرادياتر هو موجود بالسيارة بالبداية نجيب هاي تحويلة القبق مع الرادياتر يصير بيها قصبة بحيث نقدر نربط بيها هذا البام اللي يعني لازمة بيدي حسا شوية راح نشوفه هذا القياس مو صحيح فراح نجيب القياس الصحيح يعني تجي هي عسية يجي بي عدة أدابترات نشوف لكم يا بنهاية الفيديو بعد ما نربط بهذا المكان راح نجي نضغط بهذا البام واحدة اثنين ثلاثة لاحظة احنا هنا بعد ما وصلنا للضغط المناسب مالته وبدأ يسرب من جوه لاحظ هذا الماء بدأ ينزل نتقرب من جوه اكثر راح نشوف من مكانات اللي جاي سرب من عده هو هذا الجوين طبعا قديم يابس والقفائص هم مضبوبة زيان فهس احنا راح نضبها اكثر لان هو مايريد يبدل الجوينات ببوكتها ونرجع نعيد العملية من جديد نربط البام ونبدأ نضغط طبعا الضغط يكون حسب قبق الرادياتر مالتك القبق مكتوب عليه واحد بوينت واحد تعبر الضغط اكثر من بوينت واحد او واحد بوينت واحد لاحظت هذا هنا عبرنا اكثر من الضغط مع القبق هذا مالتها وبقى لازم ضغط يبين طبعا من اول ثواني حتى ما يحتاج انه يتأخر اما اذا سيارات بقية فترة وراها نزل معناها هناك مشكلة بالغاز قيت هذا موضوع ثاني هنا انا ننزل جو امباو على الجوين مالتنا سليم طبعا هذا السياتي يأتي به عدة ادابترات بالنسبة للقبق الرادياتر العادي اللي هو يكون حديد هذا يكون اوكي يشتغل على اغلب السيارات وعمومها لكن هذن التحويلات البقية انا شوفها مو كلش مناسبة لان يشتغل على البي ام والمارسجس مثلا الانبالة مالتنا ما اشتغل عليها سيارات الصينية الام جي ما اشتغل عليها هم مرة جربت دايو قديمة هم بيها دبة وهيتش ما اشتغل يعني السيارات اللي بيها دبة ومو قبقها هذا الحديد يعني مو شرط يشتغل عندك وادابترات قبق الرادياتر الحديد هم وكله زيانة بحيث اذا الضبه شوية زايد تنعوج يعني الصناعة ماتهم وكله زيانة لكن شي على الشي هذا ممكن يسهلك اذا انت تريد تفحص اذا انت عندك محال لكن للاستخدام الشخصي ما انصح به وسعره 75 الف موجود تلقوه على انترنت بالصفحات وموجود بشارع الرشيد وموجود بالسينك مثل ما قلنا سعره 75 الف وهذا كان كل اللي عندي وشكرا في مالا